السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي طلبة الشعبة المعمارية تخصص اعمال بناء الصف الثاني اهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المتميز في باكتنا مدرسة ورجعنا لكم النهاردة مع بداية فصل الدراسي جديد من مادة تكنولوجيا اعمال بناء وهنبدأ النهاردة ان شاء الله نتكلم فيها عن ازاي ازاي نعمل فتحات في الوجهات وازاي نغطيها نغطي الفتحات ديت اللي احنا بنسميها العقود تعالى نشوف مع بعض العنصر اللي احنا هنتكلم عليه ونرجع تاني تكنولوجيا اعمال البناء هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن بناء الوجهات بالطوب او ممكن بناء الوجهات بالحجارة ازاي نبنيها بالطوب او الحجارة تحت مسمى العقود قبل ما نتكلم عن العقود طبعا نعرف يعني ايه كلمة عاد احنا عندنا كلمة عاد يعني اي فتحة موجودة في المبنى تمام اي فتحة موجودة في المبنى سواء الفتحة ديت مستقيمة او منحنية يعني فيها شكل دوران شكل الدوران ده بيختلف من شكل الشكل او من عقد العقد على حسب المساحة بنسميها عقد بنسميها ايه يبقى اي تغطية في المبنى جو داخل الشقة عندي تمام بغطيها سواء التغطية دي عقد مستقيمة او جيب دوران بيختلف الدوران ده بشوف الدورانات ديت مختلفة من ايه من فتحة الفتحة تمام بنسميها بنسميها عقد ممكن تلاقي الفتحة اللي موجودة او الدوران اللي موجود في المسجد غير الدوران اللي موجود في الايه في عندك في الشقة او في المسلا في المصنع او موجود مسلا عندك في الايه موجود مسلا عندك في المكتب بتاعك تمام او في المدرسة. على حسب المساحة هتختلف نوع التغطية والشكل اللي انت الشكل الجمالي اللي انت عايزو. هل التغطية دي تم تغطيتها بالطوب او بالحجارة هتختلف على حسب الايه? المبنى والناحية الجمالية اللي انت طالبها. يبقى تغطية لما يجيي لي سؤال ويقول لي عرف العط هنقول له ايه هي تغطية الفتحات. تغطية الفتحات اللي موجودة في المبنى المعماري. الفتحات اللي موجودة عبارة عن ايه? ممكن تكون فتحة شباك او فتحة باب. يبقى دي بنسميها ايه? بنسميها تغطية. ممكن يكون تغطية العقد دي دي فتحة الشباك او الباب ممكن تكون مستقيمة. يبقى احنا هنسميها في الحالة دي اسمها تغطية عقد مستقيم عشان مشى في استقامة واحدة وما تغيرتش في ايه? في اي في اي جزء من الايه? من اجزاء الفتحة. يبقى ده في الحالة دي بنسميها ايه? عاد مستقيم. ممكن يكون شكل دائري منحنى. هل الشكل دوت ممكن يكون نص دغران? هنتكلم بعد كده هو تعالى انواع واشكال وطريقة عمل الايه? العقود وتنفيذها. مش عايزين نسبق الاحداث بس احنا عايزين نعرف دلوقتي ايه هو مصطلح العقد او تعريف العقد. هنقول له هو عبارة عن تغطية الفتحات الموجودة في المبنى المعماري. سواء مستقيمة او منحنية وتم تغطيتها بايه? تم تغطيتها بالطوب او بالحجارة. زي ما بنشوفها في المبنى الاسرية. تعال نشوف مع بعض كده. بناء الواجهات بالطوب. تعريف تعريف العود او تعريف العقد. هنقول له عبارة عن التغطية المنحنية او المستقيمة. وتتكون من تركيب خاصة. هتتكون من ايه? اللي احنا قلنا عليها. سواء من الطوب او من الحجارة او اي شيء او اي مادة حضرتك شايفها تناسب وتتمشى مع الايه? مع التصميم اللي انت مصممه. او هي عنصر معماري مقوس او مستقيم. يعني منحنى او ايه? في مقوس يعني فيه انحناء او مستقيم. يعتمد على نقطتي ارتكاز. يشكل عادة فتحات الايه? البناء. اللي احنا قلنا عليها فتحة فتحة الشباك او فتحة الايه? الباب. تعال نشوف النقطة اللي بعد كده. الغرض منها ايه? انا بعمل العقد ليه? بنعمل العقود او بننفذ العود اولا ممكن تكون ناحية جمالية. مطلوب ان هو ان انا اعمل شكل جمالي. بدل ما انا اعمل فتحة معروف زي معروف قديما او احنا على زماننا كنا بنسمي العقد ده قبل ما نقول عليه عقد المصطلح العلمي بتاعها كنا بنسميه ارج. تمام? مع التطور سمينا ايه? سمينا عقد. طيب الغرض من العقد ده ايه? اول حاجة ممكن يكون ناحية جمالية بدل ما انا اعمل مسلا عندي فتحة ارج فتح مسلا ايه? السالون على الانتري ولا حاجة? تمام? او فتح مسلا على ايه? على السالون? عايز اعمل فاصل ما بين الاتنين ومنسوب مسلا درجة. عايز اعمل ناحية جمالية. في عندي درجة مسلا اعمل ايه? منسوب مسلا درجة او درجتين. تمام? وهطلع في فاصل ما بين الايه? الغرفتين. فبدل ما تبقى مفتوحة على بعد كده بعمل شكل جمالي. الشكل الجمالي ده. بدل ما اعملها زي السندوق ده هو شكل مصمت. لا ممكن اعملها بناحية جمالية. ان انا مسلا اجي في الجنب الجنب اليمين والجنب الشمال. تمام? ارحاطة عمودين. العمودين دولت على حسب امكانيتي. ممكن يكون هم اصلا مصنوعين من الخرصانة وبرزين وشكلهم مسلا الشكل بتاعهم يعني مش جميل. تمام? ويعني ايه? مبوازين التصميم. فانا بعمل ايه? بروح مستغلي البرز بتاع العمدان ده. تمام? واروح مركب عليه العقد. العقد ده ممكن يكون اه بناته او شكلته من الطوب. وممكن اكون شكلته من الحجر. وممكن اشكله من الخشب. ممكن اعمل الفرمة بتاعتي من الخشب. اللي هو البي دي اف مثلا. واروح مركبها. واروح تطع على عمودين العمدان ديت. ممكن تكون مسلا معمولة من الجبس. ممكن تكون معمولة من الرخام. ممكن اعملها من الطوب. وزي ما احنا شايفين دلوقتي. العمدان بتتعامل من الطوب بشكل جمالي. اللي هو الشكل مسلا زي ايه? زي شكل المروحة. تمام? او الشكل اللي هو الايه? الحلزوني تمام? وفي بيبقى بروز من الحرف بتاع الطوب. فبيدي ناحية جمالية. فيبقى الغرض من الغرض من العقد انه هو اعطاء مظهر جمالي. تاني حاجة توزيع الاحمال اللي هتقع عليه على الاكتاف. لان العقد ده من المفروض انه طريقة طريقة تركيبه لا يتحمل العقد اللي هو الداران او المستقيم لا يتحمل على كتفين كتف اليمين وكتف الشمال او يتحمل على يتحمل على عمودين. تعالوا نشوف مع بعض كده الغرض. الغرض منها تمام? يلجأ المعماري لاستخدام العقود لسببين. وهما اولا اعطاء هيئة معمرية جميلة المنظر. ثانيا توزيع الضغوط على الاكتاف او على الاعمدة. لذلك نجد تحميل الاسقف اما على عقود باكتاف او عقود باعمدة. يعني احنا بنشوف الاسقف اللي موجودة مثلا في الاماكن الاسرية. بنشوف مسلا لما بتخش مسجد السقف او الحمل بتاع السقف ده واقع على ايه باشماندس او من اللي شايله? واقع على الايه? على العقد. توزيع العقد او الحمل اللي هيقع على العقد. هيتحمل هيتوزع على مين? على الاكتاف? او على العمدان اللي موجودة. وشايلة الايه? وشايلة العقد. تعالى بعد كده طريقة التركيب او طريقة تركيب العقد? بنركبه ازاي? طبعا احنا كنا في التلم الاولاني او في الفصل الدراسي الاولاني كنا بنقول مسلا كلمة اللي هو عبارة عن ايه? عبارة عن صف توب. صف التوب ده متكون من ايه? من مجموعة من الاوالب مرصوصة مع بعضها في مستوى افق واحد. يبقى تاني احنا بنرجع ايه? بنركز كده على حتة عشان عايز اوصل ايه? للمضمون بتاعك. احنا كنا بنقول في الفصل الدراسي الاول تمام? بنقول مصطلح مدماج عبارة عن ايه? صف توب. صف ايه? صف توب. مبني في مستوى افق واحد. طب مبني ازاي? عبارة عن مجموعة من الاوالب مترصة بجوار بعضها البعض. نفس الكلام كده. بس انا شلت كلمة الالب وحطت مكانها كلمة صنجة. كلمة ايه? كلمة صنجة. الصنجة ديت اللي هي بسميه اللي هي مصطلح الالب في العقد بسميها صنجة. تمام? في تنفيذ العقد بسمي الالب بسميه صنجة او سواء الالب من الطوب او من الحجارة. برص الصنجة جنب الصنجة جنب الصنجة. لغية ما يكون لي الشكل بتاعي يبقى عبارة عن ايه? مجموعة من الاوالب او الاحجار مترابطة او مرصوصة بجوار بعضها البعض. لحد ما لحد ما تجمعلي الشكل المعماري اللي انا عايزه. ممكن يكون عقد مستقيم. ممكن يكون عقد نص دوران. ممكن يكون عقد موطور. ممكن يكون عقد مخموس. ممكن يكون عقد مرجوني او رائبة الاوزة او نعل الفرص في عندنا اشكال كتير على حسب التصميم المعماري. انا هركب الشكل ما ينفعش. اني ما مسلا يبقى في قاعد افراح. واروح اعمل عقد مسلا ايه? عقد مخموس مسلا اللي هو الشكل الاسلامي. واعمل عليه مسلا وحدات زغروفية اسلامية. لا على حسب اركب العقد. على حسب الايه? على حسب الاستخدام بتاعي والمساحة اللي موجودة عندي. تعال نشوف مع بعض كده طريقة تركيب العقود مع بعض. تركب العقود من قطع مترصة بعضها بجوار بعض. سواء كانت هذه القطع من الحجارة او من اوالب الطوب بحيس تعطي الشكل المطلوب. ويختلف هذا الشكل تبعا للهيئة المعمارية واتساع الفتحة المطلوب تغطياتها. يبقى يختلف شكل العقد على حسب الايه? على حسب المساحة والتوظيف بتاع ايه? توظيف العقد مكانه. تمام? تعال بقى قبل ما نتكلم في العقود تعال بص نشوف الاشكال فيها عند هنا عقد. العقد ده زي ما قلت ايه? اهو الدوران الدوران العقد او جزئية العقد تغطية الفتحة دي اللي هو الطوب اللي انا عمل اهو مرصوص اهو بجوار بعضه واخد منحنة خفيف. تمام? العقد ده متراي ايه? متسبت على ايه? متسبت على كدف من جهة اليمين ومتسبت على كدف من جهة الايه? اليسار. يبقى طريقة تثبيت الاعتاب دي متسبت على ايه? على اكتاف. والاحمال بتاعت العقد او الاحمال اللي وقع على الدوران بتاع العقد ده هتتوزع على مين? على الاكتاف اللي هي جهة اليمين وجهة الايه? الشمال. تعال نشوف عقدي تاني عشان الكلام ده هنحتاجه. تمام? انا شايف هنا عقد مجموعة من العقود. تمام? العقود دي محملة ايه? او محملة على الاعمدة. محملة على الايه? الاعمدة. ادي العقد نص دوران اهو زي ما انا شافه. وعقد جنبه ايه? نص دوران. العقدين دول مع بعض او التلات عقد اللي انا شايفهم مع بعض دول. الاحمال هم وقع على مين? على الاعمدة. ايه. بعد جدود بالوحدات بتاعتي وهنشوف كل مصالح كل حجرة من دول لها مسمى. هنشوف وهنعرف المسميات بتاعتها يا شباب. تعال نشوف. شكل تاني مختلفة اهو. احتاجت. بدل اما انا اعمل الدوران بتاع العقد مصمت. لا. عملت الشكل ايه? المقرنصات بتاعتي. وعملت عليه وحدات زغروفية اسلامية اهو. تمام? زي ما احنا شايفينه. وطالع منه تقسيم الحجر بتاعي بس استغليته وعملته بايه? بوحدات زغروفية. طب تعالا بقى ننتقل قبل ما ان ايه قاعدين بنتكلم على العقود. تمام? هنتكلم على كل حجرة او كل قلب طوب موجود عندي في العقد اسمه ايه? عشان لما حضرتك تنزل الموقع طبعا انا بتكلم مع شبابي المتميز ان احنا ما بنحفظ. انا بحط الرسمة مطلوب من حضرتك ان انت بتحط الرسمة وتبقى انت عارف التوبة دية شكلها ايه? وبتتكلم عليها مش عايزك تحفظ. لان انت لما تنزل موقع في مسلا في المقاول مسلا مقاول او في عمال هيستفسروا منك فيشوفوا مسلا امكانياتك ايه? هل لما ييجي مسلا حد او ماشي جنبك ماشيين جنب بعضك دوت ويسألك ويقول لك شايف العقد دوت العهد ده جميل. اه طبعا انت شايف مسلا تاج العقد تاج العدد ده فين? لازم ان تعرف كل مصالح موجود في العقد والمادة بتاعتنا جميلة وشيقة. ما تاخدهاش من ناحية ان انت مادة وهتمتحن فيها خدها مادة علمية ان انت يعني ايه? تستفد بيها وانت خارج في خروجاتك. يبقى انت عارف كل حاجة ايه? يبقى انت بدل مدمغك فاضية. تمام? ما فقاش اي حاجة. ما فقاش الجمز بس. لا. بنكمل دماغنا وبنعمر دماغنا. تمام? بايه? بالمواد العلمية الجميلة ديت. وتعال نشوف مع بعض اول مصالح من المصالحات بتاعتنا. شايف العقد بتاعه? جايب لك رسمة. تمام? كل رسمة من الرسومات دي. انا جايبها لك ايه? نركز مع بعض كده. ايه دي التلات عقود بتوعهم. تمام? وكل طوبة او كل حجرة من دول عبارة عن ايه? عبارة ليها مسمة. تمام? نعرف المسميات ديت ايه? تعال انا ننتقل لأول مصطلح للصلاحات الفنية المستعملة في العقود. ويا ريت نركز مع بعض كده. ما نسرحش من بعضينا. اول مصطلح من المصطلحات. طبعا انا جبت لك قبل كده. اللي ايه? الرسمة بتاعت ايه? للصلاحات الفنية المستعملة في العقود. وجبت لك الرسمة. الرسمة عبارة عن عقد كامل ونص لعقد من جهة الشمال ونص عقد من جهة الايه? اليمين. تمام? وكل حجرة او كل قالب طوب من دول ليه ايه? ليه مسمة. حتى الفراغ اللي ما بين العقد والعقد. ليه مسمة? تعال نشوف كل كل مصطلح كل قالب طوب او كل حجرة من دول المسمة بتاع ايه? عشان ما حد يش يضحك علينا ونبقى برضو عارفين المادة بتاعتنا بتتكلم عن ايه? الاصلاحات الفنية المستعملة في العقود. اول حاجة اول مصطلح عندي اسمه صنج صنج العقد. صنج ايه? نركز مع بعض كده. يبقى اول مصطلح عندي اسمه صنج العقد. صنج العقد ديت دي كلمة جمع. مفردها صنجة. صنجة يعني قالب طوب. قالب طوب او حجرة. تمام? الحجرة ديت دي احدى الاجزاء اللي هيكون منها الايه? العقد. انا عندي العقد زي ما شفنا كده قد في الرسمة بتاعتي. وهنشوف دلوقتي في اللي انا هاعرضه دلوقتي. تمام? بنقول مجموعة من الاوالب. بس بدل ما نقول مجموعة من الاوالب مجموعة من الصنج. يبقى كلمة صنج العقد هي مفردها صنجة. الصنجة ديت اللي هي القالب او الحجرة اللي هيكون منها اجزاء العقد. تعال نشوفها مع بعض كده على اللي سلايتس. جاي بها لك اهو. ادي العقد اهو. الرسمة بتاعتي واللي سلايتس اهو. يبقى الطوبة. قالب الطوب. اللي مرصوص ده يا باش مهندس بسميه ايه? نركز مع بعض تاني. تمام? يبقى الصنجة القلب الطوب ده او القلب الطوب اللي جانبه او اللي بعده. تمام? بس بدل ما هسميه مدماك. لا ده انا هسميه ايه? هسميه الصنج العقد او بيصطلح باسمه ايه? باسمه جنزير. طب بس مش عايزين نحرق الكلام بتاعنا ونتوي نفسنا وندخل ندخل نفسنا. في كزا مصطلح اول حاجة بنتكلم على صنج العقد. صنج العقد ديت يا باش مهندس اللي هي عبارة عن ايه? اللي هي مفردها صنجة اللي هي صنجة اللي هي عبارة عن القلب. تمام? او احدى الاجزاء المكون منها الايه? العقد. وبتكون مترصة بجوار بعضها البعض. حتى ايه? تجمع لي شكل العادي بالكامل. شايف انا هنا? لما يكون صنج العقد او صنج العقد متكونة من ايه? من الطوب. طب تعال نشوف كده في اللي ايه? في الصلاة التانية او في الصورة التانية اهو. ده العقد بتاعي متكون الصنج بتاعته معمولة من ايه? من الحجر. طب تعال بقى نشوف المصالح بتاعي. جايبها لك اوه الرسمة ودي اللي احنا هنتكلم عليها. وبعد يوات الكلام اللي حضرتك هترسمه وهتكتبه في الكراسة عبارة عن ايه? ايه? ادي الرسمتين جنبه بعد اهو. تمام? وادي الكلام يبقى صنج العقد هي تعرف بصنج العقد. وهي كلمة مفردة. وعبارة عن الاجزاء التي يتركب منها العقد. سواء كانت من اوالب الطوب او الايه? او الحجارة. يبقى صنج العقد. عبارة عن ايه باش ماندسين? تاني. صنج العقد هي كلمة مفردة مفردها مفردها صنجة. يبقى صنجة وصنجة وصنجة. هتجمع لكلمة ايه? صنج العقد. اللي عباره عن اوالب الطوب. اللي هي مترصة جنب بعضها. تمام? او اجزاء الطوب او اجزاء الحجارة اللي بيتجمع منها وبيتكون منها مشكل الايه? شكل العقد. اللي يبقى لما يجي يقول لي عرف صنج العقد. هنقول له ايه? صنج العقد عبارة عن صنجة. هي صنجة. وهي عبارة عن الاجزاء التي يتركب منها العقد سواء كانت من اوالب التوب او الايه? او الحجارة. تعال نشوف المصالح التاني اللي هو عبارة عن الجنزير. الجنزير عبارة عن احنا قلنا ايه? عبارة الشكل العقدي بتاعي. بيتكون من ايه? من مجموعة من الصنج. لما اجي ارص الصنج جنب بعضها. تمام? مجموعة الصنج المترصة بجوار بعدها زي ما قلنا كلمة مدماج. بس انا شلت كلمة مدماج وحطت مكانها ايه? مكانها اللي هو الجنزير. تعال نشوف هرسم هالك كده مع بعض. تعال نركز مع بعض كده. يبقى انا. يبقى. لما ارسم مثلا المركز اهو. فتحة اللي ايه? فتحة العقد اهو. تمام? واروح جاي من هنا من منتصف. مثلا لو انا عايز ارسم نص دائري. عقد نص دائري. هروح واقف بالما ايه? بالسن البرجل هنا. وافتح نص فتحة الوطر ده. واروح واخد الدايرة دي كده يا باش معندسة. تمام كده? واروح مزود عليها سمك الالب اللي هو الخمسة وعشرين. تمام? واروح اعمل ايه? واروح وانا واقف برضو هنا في بسن البرجل. واروح اعمل الدوراني التاني اهو. والدوراني التاني ده لمسمى. يبقى ده المركز بتاعي. طيب. بعد قد المسافة دي كلها كده. اللي هي محصورة ما بين الخطين الداخلي والخارجي ده. ده بسميه ايه? الجنزير. ده بسميه ايه? الجنزير. الجنزير عبارة عن ايه? مجموعة من الاوالب. او الاحجار مترصة بجوار بعضها. بحيس ان هي ايه تكوني الشكل بتاعي ده. الشكل بتاعي النص دائري. او مستقيم او مخموص زي ما قلنا. يبقى مجموعة دي المترصة او المرصوصة بجوار بعضها. بسميها ايه? بسميها جنزير. طيب. هنا الجنزير ده معمول من ايه يا بش مهندسين? معمول من اولب الطوب. تمام? مجموعة من الصنق زي ما انا شايفهو. مجموعة من الاوالب. تمام? مرصوصة بجوار بعضها البعض. ومصنوعة من او متركبة. مهم تجمع من اولب الطوب. يبقى ده اسمه ايه? جنزير. طيب تعال نشوف بقى الكلام اللي حضرتك هتكتبه. لما يقول لي عرف الجنزير. هنقول له مجموعة من الصنق المترصة. بعضها بجوار بعض. مكونة لمستوى واحد. سواء كان مستقيما او ايه? منحانيا. تعال نشوف المصطلح التالت. مفتاح العقد. مفتاح ايه? مفتاح العقد. انا شايف ان الجنزير ده. تمام? مجموعة الصنق اللي موجودة فيها باش مهندسين كلهم شكل بعض. كلهم مجموعة الصنق كلها شكل بعض. ما عادة الجزء اللي في النص ده الا انا بسميه مفتاح العقد. مفتاح ايه? مفتاح العقد. يبقى لما نيجي نتكلم ونبسطها كده بطريقتنا. ايه هو? ما هو? مفتاح العقد? هنقول الطوبة التي الموجودة في منتصف العقد. اللي هي من الصفال العقد. جهة اليمين. ومن الصفال العقد جهة الايه? الشمال. اللي هي الطوبة او القالب او الحجرة او الصنق اللي موجودة في النص. تمام? يبقى دي بسميها مفتاح ايه? مفتاح العقد. مفتاح العقد ده ممكن يكون شكلها ماشي بنفس بنفس شكل الصنق اللي هي موجودة في العقد او ممكن يكون شكلها مختلف ومميز ممكن تكون معمولة بشكل مسلا شكل نباتي زي ورقة الايه في منحوطة في قلب الحجرة على شكل مسلا ورقة شجر تمام او متقسمها زي زي شكل مسلا ايه ورقة اللوتس مسلا تمام على حسب الشكل اللي انت ادته للراجل حنحتها لك وزبطها لك وجهزها لك في في الحجر تمام يبقى ده اسمه ايه اسمه مفتاح مفتاح العاد يبقى القالب او الصنجة التي تنصف الجنزير الموجودة في منتصف الجنزير هنسميها ايه باش مهندسين هنسميها مفتاح العاد يعني بالمعنى تعال نبص مع بعض على الرسمة كده اللي انا رسمها اهو تمام يبقى الطوبة اللي في النص او الحجرة اللي في النص دي شكلها كده اهو زي ما انا شايفة كده يبقى الحجرة دي او الطوبة دي بسميها ايه مفتاح العاد ممكن يكون ارتفاعها ممكن يكون ارتفاعها اهو ماشي مع الايه مع الجنزير بالزبط يعني شكل ايه نفس ما اسهى اهو تمام ماشي مع ايه نفس الاوالب طيب وممكن اروح مخليها برزة شوية كده تمام وارب ايه معاليها شوية الفوق يبقى خد خدت شكل مختلف عن باقي صنج الجنزير يبقى الطوبة الحجرة دي او الطوبة دي بسميها ايه بسميها مفتاح العاد يبقى لما نجي نعرفها مع بعض كده على السلايدس اهو تمام يبقى مفتاح العاد تعالى نشوف مع بعض اهو الحجرة او الطوبة اللي في المنتصف دي بسميها ايه بسميها مفتاح ايوا مفتاح العاد يبقى لما نجي نعرفها على الرسمة بتاعتي والورقة بتاعتي واللوحة بتاعتي يبقى الطوبة ممكن تكون الطوبة اللي في النص هيه ماشى مع الدوران بتاع العاد اللي هو الجنزير بتاع العاد وممكن يكون شكلها مختلف برزة عن المنسول برزة عن الحجرة تمام بقيمة مثلا ثلاثة سنتي او خمسة سنتي يبقى المسافة دي بسميها الحجرة دي كلها بسميها ايه مفتاح العاد يبقى الكلام اللي حضرتك هتكتبها هنقول ايه هو الصنجة المتوسطة في العاد وتعمل اما قباقي اشكال الصنج او بشكل مخصوص يميزها بتختلف عن ايه باقي الصنج يبقى ده الحجرة دي اسمها او المصلاح ده اسمه مفتاح الايه مفتاح العاد هو الصنجة المتوسطة في العاد اللي هي موجودة فين في منتصف العاد وتعمل اما قباقي اشكال الصنق يبقى شكل لها نفس الصنق بالزبط. نفس الشكل. تمام? او ممكن يكون ايه? شكلها بارز او مقاسها بارز عن باقي لايه? باقي الصنق. تعال نشوف المصطلح الرابع مع بعض. تاج العقد. كلمة ايه? مصطلح تاج العقد. تاج العقد. تعال نبص بقى مع بعض كده ايه? على الورقة اهو واللوحة بتاعتي. الجزء البارز ده انا سميت اتقول ايه? الحجرة اللي في النص دي اسمها ايه? مفتاح العقد. طيب ساعد اما انا يكون تاج العقد ده مختلف وبارز عن باقي الجنزير يبقى الجزء البارز ده بسميه تاج العقد. تاج ايه يا شباب? تاج العقد. طيب انا بشوف يا استاذ ان الليه ايه الساعات ما بيبقاش فيه حتة بارزة كده او بتبقى مختلفة عن الجنزير. يبقى الجزء العلوي لو هي مش موجودة الجزء البارز ده اللي هو زي الفص بتاع الخاتم. تمام? بارزة او ويكون الجنزير بتاع او الصنجة بتاعتي مش مع الايه? مع الدوران عادي مش مميزة. يبقى الجزء العلوي من مفتاح العقد بسميتك ايه? يبقى ممكن يكون الجزء العلوي ده? الجزء العلوي من مفتاح العقد او يكون مختلفة مو مميزة مفتاح العقد يكون مميز يبقى الجزء ده يا باش مهندس اللي هو الجزء البارز عن الجنزير يبقى ده بسمي ايه? تهاج العقد. تعال نشوفها على الصورة واللي سليس اهو تمام? زي ما حضرتك شايف الجنزير اهو الجنزير ماشي كله في مستوى واحد وارتفاعات الاولي بكلها اللي هي الصنجة كلها ارتفاع واحد جينا في النص هنا تمام? ولي他是 الجزء ده بارز. يبقى الجزء البارز ده الطوبة اللي في النص او الصنجة اللي في النص دي بسميها يا ايه باش مهندسين بسميها اللي هي ايه? مفتاح? مفتاح العقد. مفتاح اللي ايه? الطوبة اللي موجودة في النص. طيب مفتاح العقد ده يا باش مهندس زي ما انا هشوفه. هشوفه كده. حال نرجع مع بعض. وانا شايفه في الايه? في هو تمام? مفتاح العقد ده ارتفاعه مميز عن الاخرين. تمام? بارز عن باقي الصنج اهو. نركز ونرجع للسليس التاني. تمام? انا شايف ان مفتاح العقد اهو بارز عن صنج العقد. طيب الجزء اللي بارز ده يا بشمهندسين. بسميه? بسميه تاج العقد. يبقى الجزء اللي بارز من المفتاح اهو. تمام? ومدي شكل جمالي مختلف عن باقي الصنج اهو. بسمي ايه? بسميه تاج العقد. طب لو انا لقيت الدوران ده كله كده ماشي مع بعضه. في مستوى واحد. ما فيش حاجة مميزة او في حاجة مرتفع عنه. زي ما انا شايف الجزء اللي بارز ده. يبقى الجزء العلوي من الحجرة دي او الصنجة دي او قلب الطوب ده. بسمي ايه? تاج العقد. تعال نشوف مع بعض كده. يبقى الجزء البارز اهو. الجزء البارز. من مفتاح العقد اللي هو طالع اللي فوق ده. تمام? ومرفرف بارز لبرة. تمام? بسمي ايه? تاج العقد. طيب لو في حالة ان الايه? العقد ده يا باشماندس ماشي مع بعضه كده في مستوى واحد. يبقى الجزء العلوي من المفتاح هو ده اسمه ايه? تاج العقد. يبقى حضرتك لما تيجي تعرفها هتقول ايه? هو الجزء العلوي لمنتصف العقد. واز لم يكن المفتاح بارزا لاعلى فتاج العقد هو الجزء العلوي له. تعالى ننتقل لمصطلح خامس اسمه الجاران. الجران. جران مين? جران جران المفتاح. اسمهم ايه? اسمهم الجاران. احنا قلنا المفتاح اللي هي الصنجة اللي موجودة في منتصف العقد. طيب الحجرة اللي هي على اليمين والحجرة اللي هي على الشمال. بسميهم ايه? بسميهم الجران. اللي هم اسمهم الجاران. يبقى الحجرة او الصنجة الموجودة على يمين المفتاح وعلى يسار المفتاح يعرف مصطلحا باسمهم ايه? باسمهم الجرون. تعال نشوفهم مع بعد كده على السلايز. يبقى ادي المفتاح اللي انا كونته وشكلته عشان ده معمول من الاولي بالطوب. مش هعمل قالب طوب مسلا سمكه. عشرين سنتي. تلاتة في ستة بتمانتاشر سنتي هو. وادي تسعتاشر سنتي لحام. ادي عشرين سنتي لحام. مش هعمل قالب الطوب عرضه عشرين سنتي عشان اعمل الشكل له. عملته من تلات اوالب اللي هو ايه? المفتاح. طيب. جنب المفتاح بتاع العقد ده. تمام? الطوبة اللي هي ملاصقة ليه. ناحية الجهة اليمينة هو. والطوبة او القالب اللي ملاصق ليه من جهة الشماء. تمام? بسميهم ايه? بسميهم الجرون. تعال نشوفهم على الرسمة هو. تمام? اللي موجودة عندي. مفتاح العقد. يبقى الحجرة اللي موجودة ملاصقة لزقتها بالمونة جنب المفتاح. تمام? سواء حجرة او سواء قالب طوبة هو زي ما انا شايفه هو. يبقى انا بسميها ايه? الجرون. يبقى الجر اليمين والجر الايه? الشمال. يبقى هما الصنغتان اللتان على يمين ويصار مفتاح العقد مباشرة. ملزون فيهم. يروح يمين. يروح الشمال. ليه? الصنغتين. اللي بين الطوب او الحجرتين اللي موجودين على جوانب المفتاح. يبقى جهة اليمين وجهة الشمال. بسميهم ايه? بسميهم الجرون. يبقى الجري اليمين والجري الايه? الشمال. تعال نشوف مع بعض كده مصطلح اخر. تمام? ونرجع تاني. رقم ستة. المصطلح رقم ستة. خسر العقد. خسر الايه? خسر العقد. ايه? ما هو خسر العقد? تعال نشوفه مع بعض كده على الرسمة بتاعتي. تمام? عندي بداية. عندي بداية الدوران اهو. تمام? هروح حاطت مثلا هنا حجرة. الحجرة دي اللي بيبدأ عندها بداية الدوران او ممكن يكون عبارة عن قلب توب. تمام? سواء حجرة او قلب توب. يبقى دي بسميها خسر العقد. طب ايه هو خسر العقد? هو الحجرة او الصنجة او قلب التوب. اللي هو ايه? بيشيل الاحمال اللي واقع على العقد. هو اللي بيشيل الدوران بتاع العقد. هو اللي بيشيل الاحمال بتاعت الايه? العقد. وبتعرف باول قلب او اول حجرة او اول صنجة موجودة فين? في بداية العقد. يبقى اول بداية العقد بحط حجرة. برص حجر. او برص قلب توب. يبقى بعرف اول حجر او اول قلب توب ده بسميه خسر العقد. وهو اللي ايه? اللي شايل حمل الايه? العقد. تعال نشوفها مع بعض كده على الرسمة اهو. تمام? يبقى اول حجرة. تمام? اول صنجة. بتعرف بايه? بخسر العقد. بخسر الايه? سواء بقى في العقد ناحية جهة اليمين او جهة الشمال بسميها اول حجر بسميها ايه? خسر العقد. يبقى هو الجزء الذي يرتكز عليه الايه? العقد. يبقى خسر العقد هو الجزء اللي بيشيل اللي شايل حمل مين? شايل حمل ايه? شايل حمل العقد. كله كل الحمل بتاع الدوران ده هيقع على مين? البداية والنهاية من جهة اليمين وجهة الشمال اللي أنا بسمها خسر العقد اللي هي معروفة بأول حجرة أو أول صنغ أو أول ألبتوب هي ترصب في بداية العقد في بداية الدوران بسمها خسر خسر العقد يبقى خسر العقد هو الجزء الذي يرتكز علي العقد وما بينقسين بيعرفة بأول صنغة في بداية الدوران أو أول صنغة في العقد تعالى مع بعض كده نشوف المصالح رقم سبعة التنفيخ. ايه هو التنفيخ? انا عندي العقد ممكن يكون جيب ايه بدوران تمام? او ممكن يكون مستقيم سواء جي مستقيم او جي بدوران الدوران الداخلي الدوران الداخلي للعقد او بطنية العقد اللي انا شايفها دي وبصص عليها من من تحت الفوق الدوران الداخلي ده بسميه التنفيخ. يبقى لما يجي يقول لي ايه هو التنفيخ? هو الدوران الداخلي او السطح الداخلي للعقد. زي ما حضرتك بتجيب مسلا كرة. الكرة دي بتروح قسمها نصية. وتروح بصص على قلب الكرة اللي هو النص بقى ليه? النص الفقاني ده. تبص عليه من تحت لفوق. هتلاقي الدوران الداخلي ده. يبقى ده اسمه ايه? اسمه التنفيخ. يبقى ما هو التنفيخ. تعال نشوفهم مع بعد على الرسمة. التنفيخ. الدوران الداخلي للعقد ده. تمام? اللي انا وقفت فيه بسن بسن البرجة لهو. وفتحت فتحة بالبرجة اللي بتسوي نص نص عرض الفتحة. تمام? وخدت الدوران بتاعي. تمام? يبقى ضليء الدوران الداخلي او حروف الاولي بالطوب او الحجارة الداخلية دي بسميها ايه? بسميها منحنة التنفيخ. منحنة لايه? التنفيخ. طيب يبقى تعال نشوفها مع بعض كده. على الطبيعة. لم حضرتك وانت معد كده في الشارع وتبص على العقد. يبقى الايه? السطح الداخلي. الدوران الداخلي للعقد ده. بسميه لايه? بسميه التنفيخ. تمام? كلام اللي حضرتك هتكتبه في ورقة الاجابة في كراسي هتعرف وتقول ايه? هو المنحنة الداخلي للايه? العقد. او السطح السفلي لمنحنة العقد بيعرف ايه? ببطنية العقد. ده اسمه ايه? مصطلح الايه? التنفيخ. تعال نشوف مصطلح اخر وهو بالتتويج. تمام? زي ما قلنا مع بعض كده. في عندي الدوران الداخلي للعقد. وسمته ايه? وسمته التنفيخ. في عندي برضو قال الدوران الخارجي للعقد. بسميه التتويج. جاية من ايه? جاية من ان انا عملت ايه? عملت خط ومشي مع التاج مع حرف التاج بتاع العقد ده يا باشماندس. يبقى انا سميتها ايه? التتويج. يبقى الخط الخارجي للعقد اسمه الايه? اسمه التتويج. الدوران الخارجي للجنزير او حروف الاوالب الخارجية. تمام? او الحروف الحجر الخارجية. الدوران الخارجي للحجر او للتوب. بسمي ايه? بسمي التتويج. تعال نشوفها مع بعض على الرسمة الليه? والرسمة كده هوت. تمام? يبقى. انا بسمي الخط الداخلي ده اهو اللي انا عملته ده للعقد. تمام? حرف التوب الداخلي او بطنية العقد. لو انا باصس كده يا باشماندس اهو من اسفل لا اعلى. شايف الخط ده يا باشماندس اهو? تمام? الخط الداخلي للعقد ده او الدوران الداخلي للعقد ده بسميه? بسميه تنفيخ. بسميه يا شباب بسميه تنفيخ. طيب لما بزود عليه سمك قلب التوب اللي هو مسلا خمسة وعشرين سنتي. وعملت الدوران الخارجي ده. الدوران الخارجي ده او السطح الخارجي لقلب التوب او للحجر ده بسميه تتويج. بسميه يا شباب بسميه تتويج. طب تعال نشوفها على الرسم كده وعلى الطبيعة لما حضرتك تشوفه وانت ماشي. يبقى انا شايف الخط الخارجي هو زي ما انا عامل اهو تمام? الدوران الخارجي للعقد بسميه منحنة التتويج. اما الدوران الداخلي بسمى بايه? بمنحنة التنفيخ. طب على الطبيعة برضو عشان ايه? يبقى احنا شايفين الكلام ده ومطبقينه على الطبيعة الدوران اللي هو حرف الاولب الخارجية ده لأولب الطوب. تمام? للجنزير. الحرف الخارجي للجنزير ده بسميه التتويج. تمام? طيب. يبقى هو المنحنة الخارجي للعقد. ويسمى بالتجريد. ويسمى بايه? ويسمى بالتجريد. تعال ننتقل مع بعض لمصطلح. اخر اسمه السنبوسكا. ما هي السنبوسكا يا شباب? تعال مع بعض جدوات ونقولي ان انا عندي مسلا مجموعة دخلت مبنى اثري. ولقيت مجموعة من العقود. متلسكة مع بعضيها. مسلا ما بخش اصلي مسلا في في مسجد الازهر. بتلاقي البكيات بتاعتي او العقود بتاعتي متلسكة مع بعضيها. جاي الدوران بالمنزر ده كدس. تمام? دوران. نحي جاي للعقد. مسلا مخموس. او مسلا نص جايرة اي شكل. مش موجودة مسلا في عقود معينة. لا. كل العقود لما بكون عقود ايه? متربطة او متلسكة بجوار بعضها البعض. ايه الدوران ده? الدوران ده يا باشماندس ليه? اللي هو الجزء اللي هو موجود ما بين العقدين. تمام? بسميه سام بوسكا. اللي هو عبارة عن شبه مسلس الشكل. شبه مسلس. تمام? تعال نشوفها كده يا باشماندس مع بعض كده في الرسمة بتاعتي اهو. تمام? لو ادي العقد الاولان اهو. ولو انا جيت وروح تقررت العقد ده مرة تاني. تمام? ده اللي الخط الخارجي للايه? للعقد اهو. اللي هو التطويق والتنفيق. الجزء المسلس ده يا باشماندس اهو. تمام? بسميه سام بوسكا. بسميه يا شباب الجزء اللي هو شبه المسلس ده اهو. تمام? بسميه ايه? سام بوسكا. طب تعال نشوفها كده على الرسومات بتاعتي. مكانها فين? عندي. عندي اهو في الرسمة بتاعتي على السلايس اهو. تمام? مجموعة من العقود. مجموعة من ايه? العقود. متلسقة بجوار بعضها البعض. متلسقة تعالى مع بعض كده على السلايس اهو. هنشوف عبارة عن ايه? ادي عقد جهة اليمين. نص عقد جهة الايه? جهة الشمال. تمام? عندي نقطة طلاقي العقدين مع بعض. نركز ومن توش من بعضينا بعد يزنقه. تمام? هنلاقي عندي العقد اهو. تعال على السلايس كده. تمام? هنلاقي الجزء اللي هو شبه المسلس ده. بسميه بسميه سام بوسكا. بطلب من مخرجنا الجميل كده هو تيجيب لي بعد ازنقه. تمام? هتلاقي الدوران الخارجي للعقد او نص العقد اهو. تمام? وهي دي النص العقد الخارجي الاخر. مجموعة من العقود متلسقة بجوار بعضها. تمام? عملت مجموعة من العقود. لازقين جنب بعض. الجزء شبه المسلسي. الجزء شبه الايه? المسلس. ده بسميه ايه? بسميه سام بوسكا. طب تعال نشوفها على الواقع. عندي عقد اهو نص دائري. والعقد نص دائري التاني اهو. لازقين في بعض اهو متلسقين في بعض. يبقى اهنا وعملتي وحدة زغروفية هنقول اسمها برضو. كل حاجة ليها مسمى. اتعاملت وتعاملت ديت. مش هنقول مسلا ايه? هنشاور عليها ونقول مسلا ده بتاع. لا مش بيه. لا لا ليها مسمى. تمام? الشكل اللي انا حددته لك ده اللي هو الشبه المسلسي ده. بسميه ايه? بسميه السام بوسكا. يبقى لما يقول لي ما هو تعريف السام بوسكا. تمام? هنقول هي الجزء الشبه المسلسي المحصور بين عقدين متجاورين. الشبه اللي ايه? الجزء شبه المسلسي. تمام? في العقود اللي هي متلسقة بجوار بعضها البعض. بسميها الشكل شبه المسلسي اللي هو قريب من المسلس. تمام? بس ايه? الاضلاع بتاعته مش مثلا ايه مش جاية على خط المستقيم لا ده جاية على شكل ايه شكل دورات ممكن يكون الدوران دو يعني مكوس في تقويسة خفيفة تمام وممكن يكون التقويسة بتاعته كبيرة تمام الشكل اللي هو شبه المسلسي ده بسمي ايه بسميه سنبوسكا طب تعال نشوف مع بعد المصطلح رقم عشرة نقطة الاتصال نقطة الايه الاتصال تعال نشوفها كده مع بعض على الرسمة تمام نقطة الاتصال النقطة اللي بيبدأ من عندها بداية الدوران تمام عندي ايه اهو في ان سامع طلبة ايه مركزة معي اهو عندي ايه عند خسر العقد اللي هو اول حجرة او اول قالب توب من جهة الايه اهو العقد اللي جهت الايه الجهة اليمين اهو او جهة الشمال اهو والحجرة اللي هي موجودة ايه ناحية الشمال اهيه تمام شايفوا مع بداية اول حجرة او اول توب النقطة النقطة دي اللي بيبدأ عندها بداية الدوران بداية الدوران للاعد بسمها نقطة الاتصال نقطة الايه الاتصال طب تعال نشوف الكتف اهو cope عنو سلايس على الطبيعة اهو ادي الكتف اللي هو موجود جهة اليمين والكتف اللي موجود جهة الشمال وعملت الدوران بتاع اللي هو الجنزير نقطة طلاق الجنزير مع الكتف في النقطة دي بسمها نقطة الايه? نقطة اتصال. طيب اول توبة اول توبة بنرجع اهو برضو. تمام? اول توبة موجودة قدامي في السلايدز اهو بتعرف بايه? ايوة? خسر الايه? خسر العقد. سواء الطوبة دي او الصنجة دي موجودة جهة اليمين او جهة الشمال بسمها خسر الايه? برافو عليه? خسر الايه? العقد. يبقى نقطة الاتصال هما النقطتان التاني عندهما يبدأ استدارة العقد. يبقى نقطة الاتصال لما يجي يقولي عرف نقطة الاتصال او نقطة لان هما نقطتين مش نقطة واحدة. النقطة اللي هيبدأ عندها بداية الدوران للعقد. يبقى دي اسمها نقطة الايه? نقطة الدوران. نقطة الايه? الاتصال. تعال نشوف مع بعض كده. المصطلح رقم 11 السهم. ما هو السه؟ تعال نشوف مع بعض كده تمام مع بعض كده قطع على الورقة اللوحة بتاعتها ايه تمام عندي المسافة احنا قلنا ايه هنسبق هنسبق بخطوة ونقول ان المسافة من نقطة الاتصال دي لنقطة الاتصال دي المسافة المحصورة ما بينهم اسمها الوطر اسمها ايه اسمها الوطر يبقى المسافة لما ييجي يقول لي ما هو الوطر هنقول له ايه عشان ده هنحتاجه بعد جهات وهنشرحه برضو تمام يبقى الوطر المسافة المحصورة بين بداية نقطة الاتصال من جهة الهميل ونقطة الاتصال من جهة الشمال المسافة المحصورة بينهما بتعرف بالايه بالوطر او البحر بحر بحر العقد او مسافة العقد مسافة العقد او طول العقد ايه تمام مثلا اتنين متر يبقى الوطر عندي كم اتنين متر نص الوطر كام؟ هيبقى واحد متر وهكذا. طيب احنا بقى بنقول السهم. المسافة المحصورة بين اقصى ارتفاع للتتويج. ما نقولش بقى ايه? المسافة المحصورة هنا. او لا اقصى ارتفاع للتتويج. ايه? للتنفيخ متأسف. اقصى ارتفاع واقصى مسافة. تمام? يبقى المسافة المحصورة بين ايه? بين الوطر. بين الوطر وبين ايه? اقصى ارتفاع للتنفيخ. يبقى المسافة دي بسميها السهم. بسميها ايه? السهم. تمام? طيب. يبقى السهم هو ارتفاع العقد. يبقى بالبلد كده بنسميها ايه? السهم ده يا شباب ما هو السهم او عرف السهم? هنقول ارتفاع العقد. في ناس فكرة ان ارتفاع العقد يا باشماندس من ايه? ارتفاع العقد ده? بداية من سطح الارض. من وش الارض. اول طوبة هتترسل. لا يا باشماندس. ارتفاع اللي هو السهم يا باشماندس او ارتفاع العقد اللي هو من بداية الدوران بتاعي ده اسمه ايه? ارتفاع العقد. طيب ارتفاع العقد اللي هو السهم. السهم ده موجود فين يا باشماندس? موجود ما بين. الخط الوهمي الخط الوهمي اللي هو محصور بين نقطتين الاتصال بسميه بسميه الوطر طب المسافة المحصورة ما بين الوطر واقصر ارتفاع في التنفيخ في خط التنفيخ مش موجودة على اليمين او شمال لا اقصر ارتفاع موجود في ايه في نقطة التنفيخ تمام بسميها ايه بسميها المسافة الرأسية دي بسميها ايوه برافع ليه بسميها السهم ليه باشمانز طب في واحد بيقول ليه? طب ما هي المسافة اللي هنا? هي المسافة الهينا? لا يا بشمانس. ممكن يكون السهم ده مختلف. ممكن يكون في عقد مرتفع او السهم بتاعي. مرتفع اكبر من نص الدوران بتاعي. اكبر من نص لايه? اكبر من نص العرض او اكبر من نص الوطر. تمام? يبقى الفتحة مثلا ايه? الفتحة عندي اتنين متر. تمام? نصها واحد متر. ممكن يكون الارتفاع ده اكبر من واحد متر ممكن يكون متر وعشرين ممكن يكون متر وتلاتين في العقد المخموس لان انا عندي فيه انواع من العقد المخموس فيه عندي عقد مرتفع وعقد منخفض وعقد ايه وعقد متساوي العقد المتساوي اللي هو اضلاعه كلها متساوية تعال نشوفها مع بعضي كده هرسمها لك كروكي مع ايه على جنبي كده تمام عندي الكتفة هو وعندي الكتفة التاني تمام المسافة اللي ما بينهم دي اتنين متر لما ارتكز هنا وافتح فتحة بالبرجل بتسوي اتنين متر واروح اعمل الدوران بتاعي من هنا تمام من المركز ده اللي انا سميته ميم واحد وارتكز مثلا عندي مركز هنا ميم اتنين ارتكز في ميم واحد عشان اخد الدوران اللي هو التنفيخ عندي ميم اتنين واقف عندي ميم اتنين عشان اخد الدوران عندي ميم واحد يبقى المسافة دي قد المسافة دي قد المسافة دي يبقى ده اسمه ايه اسمه متساوي الاضلاع تمام يبقى السهم ده ايه يبقى ده اسمه متساوي السهم بتاعي اسمه ايه متساوي تمام طب لما يكون السهم ده مرتفع يا باش مهندس السهم ده مرتفع اكبر من المسافة دي. المسافة دي مسلا متر او المسافة دي اتنين متر. فتحت فتحة بالبرجل وعملتها مسلا اتنين متر ونصف بطريقة ما. تمام? فهنعمل ايه يا بش مهندس? في المسافة ديت يا بش مهندسين تمام? ممكن يكون ارتفاع السهم ده يكون اعلى من طول الليه? من طول الفتحة ديت يا بش مهندس. يبقى ده اسمه سهم ايه الععد مرتفع وممكن يكون اقل من المسافة دي يكون اقل مثلا الارتفاع ده يكون اقل من المسافة دي اقل من الاتنين متر يبقى ده اسمه سهم ايه العقد منخفض يبقى السهم بتاعي هو ارتفاع العقد او المسافة الرئيسية تمام المحصورة بين اعلى نقطة في التنفيخ والخط الواصل بين نقطتين الاتصال تمام وبكده يكون غطينا المصالحات المستخدمة في اعمال الوجهات اللي هي العقود تمام واتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتوا وان شاء الله نلتقي في الحلقات القادمة والى اللقاء من اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته